السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مهمة جدا. بيعرفنا قد ايه الكون اللي احنا عايشين فيه. وبيعرفنا احنا موجودين فين. وبيعرفنا على اشكال كتير جدا الناس ما تعرفاش. الابليكيشن بتاعي النهاردة هو اسمه ستار تراكر. ستار تراكر ممكن اخش عليه من على اي اه سوق او اي اه ستور فممكن ممجاني. اه لو دست عليه هو بيقول لي او بيحدد لي فين اه تجمعات النجمية فين اه اشكال النجوم فين الكواكب فين المجرات فين الثقوب السوداء اللي حوالين. والحيات كويسة جدا اللي هو سلاس الابعاد فبامكانك ولما متحرك الموبايل تبدأ تتحرك وتشوف جميع الاشكال زي فينوس هي اللي بتنور في السماء دلوقتي اللي هي اه كوكب الزهرة وكمان الاشكال النجمية وبيعملها بشكل ثلاث الابعاد عشان تعرف هما ليه سموا ده اه الفارس هما ليه اه سموا ده التوقم هما ليه سموا ده العقرب او السلطان ليه سموا ده الاسد ويبدأ يوريك الاشكال بشكل ثلاث الابعاد. الحيات كويسة جدا بقى. اللي انا لو عجبتني نجمة في السماء فبامكاني ابدأ ابص عليها او اوجه الموبايل ليها كده وممكن اكبر شوية واعرف اسم النجمة دي ايه او اعرف اسم المجموعة اللي هي فيها ايه. وزي ما حضراتكم شايفين بمجرد لنا بدأت احرك الموبايل بامكاني ممكن اروح للكواكب. شايفين الخط المتقطع ده الخط المتقطع ده بسموه خط الاجرام السماوية اللي عليه كل المجموعة الشمسية والي بيمشي عليه الشمس والي بيمشي عليه الامر والي بيمشي عليه الحاجات دي كلها. بامكاني اسمع موسيقى ازاي اخبار موسيقى موسيقى اين نظر آخر موسيقى يمكن افتح 3D موسيقى افتح بعض الموسيقى مثلا زي الشهب بتشوفها بعد شوية هتلاقي في حاجات نيازج وشهب بتتخرج بتدي أشكال جميلة جدا بصوا الأورسا ميجور هيت شايفين دي بالحالة بها اتجاه الشمال شايفين بعض الكواكب النجوم فينوس أهية موجودة والأشكال النجمية المختلفة طيب لو أنا مشيت على الخط ده هو الخط ده اللي بيمشي عليه كل الكواكب لو مشيت على الخط ده هلاقي الأمر والنجوم والكواكب تمام ولو مشيت في ضل تماشي ناحية تانية هاوصل ليه الشمس لانها بتلف في دايرة زي الشمس ايه تمام البروجرام رائع جدا وجميل جدا ومفيد جدا للكبار والصغيرين ومفيد جدا اللي احنا نتعلم حاجة اسمها الملاحة النجمية ومفيد جدا اللي احنا نتعرف على اشكال النجوم وليه سموها كده يعني ده العقرب ليه سموها عقرب بصوا الشكل هما تخيلوه العقرب عشان كده سموه كلمة العقرب ثلاثة الابعاد ده جميل جدا والابليكيشن ده ليه فيه منه اصدار في ار بحيث اللي انت لو معاك ال في ار مثلا ممكن تحط الموبايل فيها وتشوفها بشكل ثلاثة الابعاد او شكلة 360 رائع 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 تجربة